في الحلقة الاولى من الموسم الجديد هل سيعتقد بران انه فقد زوجته وطفله في الحادث؟ هل سيتم العثور على ديلان من قبل رجل عجوز على متن قارب صيد؟ هل لن يتذكر ديلان بران لمدة خمس سنوات لانه فقد ذاكرته هل سيتبين ان؟ الاخبار السيئة التي نقلها مفوض عاكف الى بران هي لصالح ديلان ام لفرات؟ غول لم تمت فعلا لقد قمت بتجميع ما تتساءلون عنه في هذا الفيديو ايها الاصدقاء من فضلك لا تنسى مشاهدة الفيديو حتى النهاية واذا اعجبك اشترك في قناتي وفعل جرس الاشعارات في حلقة الموسم الجديد من المسلسل التلفزيوني زهور الدم كان اختطاف هاسر كارابي للطفل ميران بعد ان تسبب في تعرض بران لحادث بناء على تعليمات حس ومن ثم القاء سيارتهم من الهاوية مع ديلان وباران فيه كافيا للتغلب على كل شيء اعصابنا يا اصدقاء وبعد وقت قصير من وقوع الحادث نرى بران يدخل ويخرج من البحر عدة مرات من اجل ديلان وطفله ويحاول عاكف مواساة بران في ذلك الوقت ستكون جهود بران عقيمة في البداية وبعد ذلك عندما يصل عاكف ويخبره بخبر وفاة فرات لن يتمكن بران من حبس دموعه وسيلوم نفسه لعدم قدرته على حماية شقيقه فرات الذي قتله للتون لم شمله معه ومع ذلك سيجمع بران نفسه على الفور ويغوص في البحر عدة مرات قائلا لم اتمكن من حمايته لكنني سانقذ ديلان وابني عندما يقول عاكف لباران اخي انت متعب جدا لا استطيع السماح لك بالغوص في البحر لفترة اطول وان لا سنفقدك ايضا سيشعر بران بالعجز الشديد ويصرخ ديلان باعلى صوته سيصرخ بران بصوت عال لدرجة ان ديلان الذي يغرق في اعماق البحر سيسمع هذا الصوت ويفتح عينيه على الفور ويبدأ بالسباحة للاعلى نحو سطح الماء صرخات بران ستعطي نتائج اخيرا وسيتمكن ديلان من السباحة الى سطح البحر سيتعافى ديلان بعد راحة قصيرة وسيصرخ بكل قوته بران انا هنا يا عزيزي انقذني بمجرد ان يسمع بران صوت ديلان سيقف على الفور ويجمع نفسه ويخبر عاكف ان هذا صوت ديلان وزوجتي على قيد الحياة ويبدأ على الفور بالسباحة نحو صوت ديلان اذا ما رأيك في المسلسل يمكنك كتابته في قسم التعليقات ادنى اذا كنت تريد ان تكون على علم بتحليلاتنا الجديدة حول المسلسل يمكنك الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الاشعارات نراكم قريبا وداعا